زهوهاش اكتر وكلامي اللي بتوع المحليات اللي انا واسق ان السيد الوزير هشام امنى حيكون له موقف واحنا عندينا امل كبير جدا ترجموا مقولات الرئيس سهلوا على الناس ما زعلوش الناس من الدولة اكتر من كده وانا بتكلم الكلام ده خوفا على البلد وعلى الدولة احنا نفك ازمات الناس مش نعمل لها مشاكل اكتر يعني انا لما شوف الاجراءات اللي اتخذ في الفترة فاتن والمشروعات اللي اتعمل حياة كريمة وغير 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 واجي فجأة لاقي الدنيا في حتة تانية او بعض بياخدنا الورع في حتة تانية ليه ما احنا ماشيين كويس متعليمات الرئيس واضحة وقفوا على البلد سهلوا الاجراءات للمواطنين فكوا الحظر من اشياء كثيرة جدا تعبت الناس انزلوا رقابة على الاسواق في كل مكان ما تسيبوش حد تعبان خفف الالام من على الناس لما بيجي قرار زي الحمال جراءات الحمال الاجتماعية وزود من مية لو تلتمية ده بيعمل ارتياح ولونه مش مكفي لكن بيعمل ارتياح انا رحية لما رحت سوهاك تعمدت ان انا اسمع كل الكلام وعايز اقول للناس ان الناس عندها ثقة في الدولة ثقة في الخروج من الازمة ايمان بان مصر باذن الله محمية وحتعدي احساس بخطورة الازمة على كل الدول ولكن عايزين الاجراءات السريعة والفاعلة ونخفف العب والمشاكل والازمات التي تصطنع للناس على ارض الواقع تحت طيب النهاردة لما مشينا مع سيد محافظ ومع غيره والفريق العمل اللي انا بوجه له الشكر والتقدير الحقيقة اسمن اسمن ولعبوا دور مهم جدا هناك وكان معهم زي منا محمد اياتي ماشيين خطوة بخطوة مخرج محمد ميه وغيره وكل الزملائنا اللي هناك يعني بذلوا جهده وبدأوا ينزلوا للناس ويتابعوا هزي المشروع من ضمن الحاجات اللي في سهج انه تم انشاء حوالي مية خمسة وخمسين محطة رفع الصحي في مناطق كتيرة جدا بالاضافة الى عشر محطلات معالجة مشروعات حياة كريمة وصلت لحداشر مركز زي ما قلت مدارس مجمعات خدمية وحدات صحية نقاط اسعاف رصف الشوارع طبطين ترع دي حاجاي جميلة جدا ولما يبقى عندي حداشر مركز فيه هناك عملوا اظن عملوا سبعة منهم تقريبا تقريبا سبعة اشتغلوا فيهم من حداشر مركز ده شيء جميل جدا ده شيء يعني يدي مؤشر على الجهد اللي بيبدأ لناك وزي بقول لكم هناك